فيديو جديد وفيديو مميز لجميع متابعين قناة الأدوات المنزلية عايزة أرحب بيكم معايا في فيديو النهاردة طبعاً كالعادة النهاردة معنا فيديو مميز حنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي مفيش أي ست بيت تقدر إنها تستغنى عنهم وده لإن جميع المنتجات والأدوات دي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في المطبخ أو في البيت فلو لسه مشتركتيش معنا في قناة الأدوات المنزلية أتمنى أنت تنضم لينا وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك وياريت كمان ما تنسيش إن انت تدفع لجرس الإشعارات علشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة بإذن الله ويلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف إيه هي المنتجات اللي حتتعرض معنا في الفيديو ده وإزاي نقدر إن احنا نستخدمها ونستفيد منها وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة حكلمكم عن الطرق اللي حتقدروا من خلالهم إن انتوا تجيبوا كل حاجة إنتوا محتاجينها في البداية حنبتدي مع أدوات المطبخ وعندنا جهاز صنع الكريب الكهربائي طبعا الجهاز ده غير لاصق أبدا وهو بيساعدك إن انت تعملي الكريب بشكل متساوي وطبعا طريقة استخدامه سهلة زي ما هو ظاهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو وبعد كده حننتقل مع بعض ونشوف عندنا صندوق لتخزين الأكياس الرل أو منظم طبعا المنظم ده تقدر إن انت تثبتيه عندك على الجدار في الحمام أو في المطبخ وزي ما قلتلك تقدر إن انت تثبتي عليه الأكياس الرل أو مختلف اللوازم اللي بتبقى موجودة عندك بعد كده حنشوف عندنا الأكياس اللي بتتفاعل مع الحرارة وتقدري من خلالها إن انت تتنظمي أي حاجة موجودة عندك زي الأحزايا أو أي أدوات بدي بي محتاجة إن انت تخبيها فتقدري إن انت تتنظميها في الأكياس دي علشان تحافظ عليها وعلى شكلها وإن هي تفضل نضيفة عندك هنا بقى عندنا الممساحة اللي بيجي معها الجردل طبعا الجردل ده بيساعدك إن انت تخسلي الممساحة دي بكل سهولة وتخلصيها من كل الأتربة والأوساخ اللي بتبقى موجودة عليها وبكده حتسمح لنفسك إن انت تستخدمي الممساحة دي كذا مرة وبكل سهولة وتنظفي بيها مختلف الأسطح اللي بتبقى موجودة عندك في البيت والأهم من كل ده إن هي حجمها صغير يعني تقدر إن انت تنظميها عندك في أي زاوية موجودة عندك في المطبخ أو في الحمام ودلواتي حنشوف مع بعض هنا عندنا منظم مصنوع من القماش متأسم لكذا خانة تقدر إن انت تنظمي بيه الملابس الداخلية أو الشربات وتقدر طبعا إن انت تثبتيه عندك جوة دولاب أو في الأدراج هو مش بياخد عندك أي مساحة هو بيساعدك إن انت تتخلصي من كل الكركبة اللي بتبقى موجودة عندك في الأدراج وطبعا لو انت مش عايزة تستخدميه تقدر إن انت تقفليه بكل سهولة زي ما انت شايفة معي كده من خلال المقطع ده وهنا عندنا الحامل أو رف التسبيت اللي تقدر إن انت تنظمي عليه التوابل أو الصصات أو الزيوت وتقدر كمان إن انت تثبتي عليه الفوض الصغيرة الخاصة بالمطبخ أو المعالي المختلفة اللي انت بتستخدميها في الأكل وهنا عندنا سلة النفايات الصغيرة جدا طبعا السلة دي تقدر إن انت تعتبريها سلة مكتبية أو تقدر إن انت تستخدميها جنبك على الكوميديين في قط النوم ودلواتي حنشوف مع بعض عندنا المنشر الصغير ده اللي بيجي متثبت عليه كذا مشفك تقدر من خلالهم إن انت تتنشر عليهم الشربات أو الملابس الداخلية والمنشر ده تقدر إن انت تثبتيه عندك في أي زاوية أو على أي جدار انت عايزة وبعد كده كمان حنشوف عندنا أداة للتسبيت بيجي برضو متثبت عليها كذا حامل تقدر إن انت تتنظمي عليهم المفاتيح أو مختلف لوازم المطبخ زي المعالق أو المقصات وتقدر إن انت تستخدميها في الحمام وتثبت عليها مختلف أدوات التنظيف الصغيرة اللي تنفع إن هي تتنظم عليها وهنا حنشوف عندنا شكل جديد من أشكال المنظمات أو الحوامل اللي نقدر إن احنا نثبتهم عندنا في الحمام أو في المطبخ وننظم عليهم الفوات الصغيرة ولو حبينا إن احنا ننظمه في المطبخ يبقى حننظم عليه التوابل أو الزيوت أو الصصات ولو حبينا ان احنا نستخدمه في الحمام اكيد هننظم عليه الكريمات او الشامبوهات بعد كده عدت معنا الاكياس اللي تقدر ان انت تغطي بيها كل العفش اللي بيبقى موجود عندك لو انت مثلا بتسافري وكده فالاكياس دي هتحفظ لك على كل العفش اللي موجود عندك انه يفضل نظيف وهنا معنا منظم للمناديل ودلواتي هنشوف مع بعض عندنا منفضة الريش اللي تقدر ان انت تنظفي بيها كل الاتربة والغبار اللي بيبقى موجود عندك في مختلف الاماكن في البيت وطبعا المنفضة دي قابلة للسحب يعني تقدر ان انت تتحكم بالطول بتاعها علشان تتناسب مع كل التنظيفات اللي انت بتقومي بيها بالبيت وهنا معنا السلكة اللي تقدر ان انت تضيف لها اي مادة تنظيف او اي سائل تنظيف انت بتستخدمي وبعد كده تنظفي بيها مختلف المواعين اللي بتبقى موجودة عندك وهنا معنا منظم للمطبخ طبعا هو عبارة عن رفين تقدر ان انت تنظامي عليه الاجهزة الكهربائية او التوابل او اي حاجة تانية انت عايزها هو بيساعدك ان انت تتخلصي من كل الكركبة اللي بتبقى موجودة عندك في المطبخ وتقدر ان انت تستخدمي جوا الدوليب عندك او بره على الرخام بعد كده حنشوف مع بعض عندنا الممسحة اللي تقدر ان انت تنظفي بيها الشبك اللي بيبقى متسبت عندك على الشبابيك وطبعا بيجي معها جزء تاني هو عبارة عن اشرطة تقدر ان انت تنظفي بيه الشبابيك او المرايات وكمان بيجي معها جزء صغير بيساعدك ان تتنظفي زوايا الشبابيك وتخلصيها من كل الغبرة والاوساخ اللي بتبقى موجودة عليها بكل سهولة ودلوقتي حنشوف مع بعض عندنا منظم نقدر ان احنا ننظم بيه مختلف انواع الحلويات او الشوكولاتة او المكسرات وطبعا هو بيجي متقسم عندك لكذا خانة علشان يتناسب مع كل انواع المكسرات او الحلويات اللي انت عايزة تنظاميها بيه هنا بقى حنشوف عندنا مجموعة من الاشرطة اللاحقة اللي تقدر ان انت تسبديها عندك حوالين البتجاز او الحوض او كرسي الحمام طبعا بيجي متوفرة عندك بكذا لون وبكذا شكل تقدر ان انت تختاري الشكل المناسب لكي بعد كده حنشوف مع بعض عندنا اداة تنظيف كرسي الحمام طبعا الاداة دي بيجي متوفر معاها كذا اسفنجة بتساعدك على تنظيف كرسي الحمام والحجم بتاع الاسفنجات دي بيبقى مناسب جدا وبيساعدك ان انت تنظفي كرسي الحمام بكل سهولة وتوصلي لكل الزوايا الموجودة بيه وتحصليه على افضل نتائج التنظيف وطبعا تقدري ان انت تستبدلي الاسفنجات دي بكل سهولة زي ما حيظهر قدامك دلوقتي من خلال الفيديو دلوقتي بقى حنشوف مع بعض عندنا الفرشة اللي تقدري ان انت تضيف لها اي مادة تنظيف انت بتستخدميها وبعد كده تنظفي بيها البتجاز او تقدري ان انت تنظفي بيها الحلل او الاطباء وتقدري كمان ان انت تستخدميها بكذا طريقة تانية في التنظيف يعني ممكن تنظفي بيها الارضيات او الحوض او اي حاجة تانية انت عايزها هنا بقى عندنا منظم للادوية المنظم ده بيحتوي على كذا رف وتقدري كمان ان انت تستخدميه لحاجة تانية غير الادوية يعني تقدري ان انت تستخدميه لتنظيم مختلف الحاجات اللي بتبقى موجودة عندك وهنا كمان عندنا منظم بس المنظم ده خاص بالحمام تقدر ان انت تنظم به المناديل الرول او المناديل العادية وفيه كمان جزء تاني بيساعدك ان انت تنظم عليه مختلف الحاجات اللي انت عايزها وهنا كمان هنشوف مع بعض عندنا سلة صغيرة او سلة مكتبية زي ما احنا قلنا نقدر ان احنا نستخدمها عندنا على السراحة او في المكتب وتقدر ان انت تستخدميها جنبك على الكومودين ودلوقتي هنشوف مع بعض مع الراجل ده مجموعة من الدكورات الجميلة جدا اللي بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا في البيت واللي كمان نقدر ان احنا نستفيد منهم في كزا طريقة مختلفة الحقيقة احنا شايفين مع بعض مجموعة متميزة جدا من الادوات المنزلية اللي بتساعدنا على توفير الوقت والجهد واللي بتساعدنا كمان على استغلال المساحات الصغيرة اللي بتبقى موجودة عندنا سواء في التلاجة او في المطبخ او في البيت بشكل عام لو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى انتو تدعموني وتدعموا القناة دي بالضغط على زر اللايك ولو عندكم اي استفسار عن اي حاجة تعرضت في الفيديو ده تقدروا ان انتو تكتبوا لي بخنت التعليقات وانا هرد عليكم فقرب وقت ممكن تعالوا معايا بقى دلوقتي بعد ما احنا شفنا مع بعض كل المنتجات المميزة اللي موجودة معانا في الفيديو ده ووضحنا ازاي نقدروا ان احنا نستخدمها ونستفيد منها والحقيقة انها كلها ادوات عملية وغير مكلفة وبسيطة جدا وتقدر ان انت تستفيد منها بكذا طريقة مختلفة وبتسهل عليكي الحياة اليومية وشغلك في البيت نكمل الفيديو ده لنهايته علشان تشوفي كل المنتجات اللي هتتعرض معانا في الفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي اي هي الحاجة اللي انت بحتاجها لبيتك والمطبخك وبعد ما انا تكلمت معاكي عن كل الحاجات اللي انت بحتاجة ان انت تعرفيها في الفيديو ده جي الوقت ان احنا نتكلم عن الطرق اللي نقدر من خلالهم ان احنا نجيب كل المنتجات دي بكل سهولة وكل وساطة وطبعا هم عبارة عن 3 طرق تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لك على حسب المكان اللي انت متواجدة بيه فبداية كده لو انت عايزة طريقة معتمدة تقدر ان انت تجيبي كل المنتجات والادوات دي عن طريق تطبيق على اكسبراس او تطبيق امازون او تطبيق بانجود او تطبيق اي بي طبعا التطبيقات دي مشكلتها انها تكاليف الشحن بتبقى فيها غالية جدا اما بالنسبة الاسعار البضاعة فهي بتبقى متفاوتة يعني فيه عندك ادوات او منتجات بتبقى اسعارها معقولة وفيه ادوات تانية بتبقى اسعارها غالية وطبعا ده بيعتمد على حسب الحاجة اللي انت عايزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة هيبقى ليها سعر مختلف وعايز اوضح لكم حاجة كمان ان تكاليف الشحن دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو موجودين به يعني تكلفة الشحن مثلا للدول العربية غالبا بتبقى دايما غالية انما مثلا الشحن الامريكا او لفرنسا او الدول دي بيبقى سعر الشحن فيها منخفض شوية او في دول بيبقى الشحن لها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي تقدروا ان انتو تعتمدوها على حسب المكان اللي انتو متوجدين به بعد كده تعالوا لكم على الطريقة التانية اللي ممكن تسهل عليكم او تحجلكم مشكلة تكاليف الشحن وهي صفحات الفيسبوك طبعا الصفحات دي برضو تبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي بيبيعوها عن طريق الانلاين وبتدفع طبعا حاجة رمزية جدا بس مصاريف التوصيل على حسب المحافظة او على حسب المكان اللي انتو موجودة به وطبعا الصفحات دي هتلاقيها لو انتو موجودة في مصر او في الاردن ما عرفش بقى لو انتو مثلا في السعودية او في الكويت ممكن تلاقي الصفحات دي او لا بس اللي عايز اقولهولك ان طريقة البحث عن الصفحات دي سهلة جدا تقدر ان انتو تكتبه في خانة البحث اللي موجودة في الفيسبوك ادوات منزلية في مصر او في الاردن او في السعودية او في الكويت طبعا على حسب البلد اللي انتو موجودة بيها وانا عن نفسي شرحت لكم الطريقة دي قبل كدف فيديو حسب لكم الرابط بتاعه موجود في صندوق الوصف تقدروا ان انتو تشوفوه وتستفيدوا منه اما بالنسبة للطريقة الثالثة وهي المحلات اللي بتبقى موجودة على ارض الواقع او المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي فطبعا بتحتاج منك جهد لغاية ما تلاقي كل الاماكن اللي بتبيع الادوات دي فلو اي حد بيعرف اي مكان او اي محل بيبيع كل المنتجات دي اتمنى ان هو يكتب لنا في خانة التعليقات علشان الكل يقدر يستفيد من الموضوع ده وبس كده هو ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وان كل الادوات والمنتجات اللي تعرضت في الفيديو ده تكون عجبتكم ما تنسوش تشجيع وتشجيع القناة بالضغط على زر اللايك ولو الادوات اللي تعرضت في الفيديو ده ما عجبتكمش تقدرون انتوا تضغطوها على زر الدسلايك ولو عندكم اي استفسار عن اي اداء او اي منتج اتعرض في الفيديو ده تقدرون انتوا كتبولي في التعليقات وانا حرد عليكم في اقرب وقت ممكن وستنوني ان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد بكرة سبكم في رعاية الله